السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلاب وطالبات شركة آفاق التعليمية الصف الثالث المتوسط في مادة الرياضيات درسنا اليوم جمع كثيرات الحدود وطرحها استعمل بطاقات الجبر لإيجاد ناتج 2 سين تربيع ناقص 30 زائد 5 زائد سين تربيع زائد 6 سين ناقص 4 2 سين تربيع سالب 3 سين زائد 5 زائد سين تربيع زائد 6 سين سالب 4 ركز في الخطوة التالية يا شباب الجمع طرح 3 سين تربيع زائد 30 زائد 1 يتم جمع كثيرتين حدود بجمع الحدود المتشابهة اوجد ناتج جمع 2 سين تربيع زائد 5 سين ناقص 7 زائد 3 ناقص 4 سين تربيع زائد 6 سين الطريقة الأفقية أرتب 2 سين تربيع تاخد معاها سالب 4 سين تربيع 5 سين تاخد معاها 6 سين لأن حدود متشابهة هنا سين تربيع سين تربيع هنا سين سين سالب 7 تاخد معاها 3 أشوف 2 سين تربيع وسالب 4 سين تربيع سالب 2 سين تربيع 5 سين و 6 سين 11 سين سالب 7 زائد 3 سالب 4 إذن ناتج النهائي سالب 2 سين تربيع زائد 11 سين سالب 4 وبالطريقة الرئاسية 2 سين تربية زائد 5 سين نقص 7 رتب تحت منها سالب 4 سين تربية زائد 60 زائد 3 بالطرح سالب 2 سين تربية زائد 11 سين سالب 4 وجدنات الجمع 6 سين تكعيب سالب 4 زائد سالب 2 سين تكعيب زائد 9 بالطريقة الأفقية 6 سين تكعيب وسالب 2 سين تكعيب مع بعض وسالب 4 زائد 9 مع بعض 6 سين تكعيب سالب 2 سين 4 سين تكعيب وهنا 5 الطريقة الرئاسية أرتب بنفس النظام 4 سين تكعيب زائد 5 وجدنات الجمع 7 كاف زائد 4 كاف تكعيب نقص 8 سالب بره وخلي بالك من السالب لأنها تدخل على القوس كامل 3 سين تربية زائد 2 نقص 9 كاف الطريقة الرئاسية أخذ التكعيب الأول 4 كاف تكعيب كثيرة الحدود الثانية ما فيها كاف تكعيب أحط 0 كاف تكعيب ثم 3 كاف تربية أحطها تحت أما كثيرة الحدود الأولى ما فيها كاف تربية أحط 0 كاف تربية ثم 7 كاف سالب 9 كاف ثم سالب 8 ومجاب 2 يتبقى دخول السالب على كثيرة الحدود الثانية انظر انظر تصبح 4 كاف تكعيب سالب 3 كاف تربية زائد 16 كاف سالب 10 اوجد ناتج طرح 4 سين تكعيب سالب 3 سين تربية زائد 6 سين نقص 4 سالب وركز في السالب سالب 2 سين تكعيب زائد سين تربية سالب 2 أكتب الأولى كما هي يا شباب مع تغيير إشارات مين الثانية فقط لأن السالب بتدخل على الثانية فقط الطريقة الأفقية أخذ الحدود المتشابهة 60 ما معها أحد سالب 4 ومجاب 2 مع بعض نتج النهائي 6 سين تكعيب زائد سالب 4 سين تربية زائد 60 زائد سالب 2 إذن 6 سين تكعيب سالب 4 سين تربية زائد 6 سين سالب 2 سعدنا بحضوركم وعلى أمل اللقاء بكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكراً للمشاهدة �م